تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 149 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 45 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 35 طن أسمنت وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 68 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 734 قضية من بينها 275 قضية خبز ناقص الوزن و210 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 27 قضية بمضبوطات بلغت 129 طن